المشاريع لربما يتم تنفيذها عبر شركات أجنبية وبالتالي لربما الحصة التي تبقى للشركات المحلية أقل بكثير من ذلك لأننا نتحدث عن حدث مهم ومعيار وإطار زمني لا يمكن المجادلة فيه دعنا نتحدث الآن عن معظم الأسواق الخليجية وكيف كان أدائها منذ بداية هذه السنة دبي أكبر الرابحين فاضل شهر فقط